بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وأدبا وفقا في الدين اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في المجلس السابع في ظلال السنة النبوية وفي رحاب كتاب الجامع الصغير من حديث البشير النذير للإمام جلال الدين الصيوطي رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم والسنة والدين خير الجزاء كنا فيما سلف من المجالس قد وصلنا إلى الحديث عن شراح الجامع الصغير وقرأنا عددا من المقدمات ونريد أن نبدأ اليوم بقراءة مقدمة كتاب التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الجامع لصفات المجد والكمال والواهب لمن يشاء من عباده تهذيب الأخلاق والإكمال والصلاة والسلام على من فاض من بحار معارفه الدر المنثور من الأقوال والأفعال يضمن هو هنا أسماء كتب معروفة وعلى آله الذين حبهم ذخائر العقبى وهم لقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبب الإنزال هكذا قال وفي هذا نظر وعلى أصحابي الذين هم معالم التنزيل بلا مقال معالم التنزيل البغوي وبحميد سعيهم ظهر فتح الباري عن قلوب المعاندين الأقفال وبحميد سعيهم ظهر لعله بفتح الباري عن قلوب المعاندين الأقفال وهم المنهاج لسلسلة رفع الأحاديث والإرسال وبعد فإن الله سبحانه شرف هذه الملة بحفظ دينها بأئمة الرجال ولم يزل تعالى يظهر في كل عصر قوما يطلعون البدور السافرة هذا عنوان كتاب بالصيوطي بعد أن صارت شمس المعارف من قبل في هيئة الهلال فيهتدي بضوء هساري كل من له من فتح الودود بعض منال منهم الإمام الذي جعله الله تعالى تذكرة الحفاظ للنبلاء فرجح بعلومه ميزان الاعتدال الحافظ الذي كان إيجاده إحياء لعلوم الدين بعد أن صارت خلاصته من جملة الأطلال هنا من حملة الأطلال يراجع هذا بعد أن صارت خلاصته من جملة الأطلال من لا يحتاج إلى ما ناله من الإصابة والتقريب والإتقان إلى برهان واستدلال الحافظ الحافظ يعني السيوطي الذي كان إيجاده إحياء لعلوم الدين بعد أن صارت خلاصته من جملة الأطلال من لا يحتاج من لا يحتاج يعني الحافظ من لا يحتاج يعني السيوطي لا يحتاج إلى ما ناله من الإصابة والتقريب والإتقان إلى برهان واستدلال إذ مصنفاته مسباح الزجاجة للناظرين وقوت المغتذي ومرقات الصعود إلى بلوغ الكمال مسباح الزجاجة قوت المغتذي مرآة الصعود كل أسماء كتب للسيوطي وقد مر معنا هذا ذكرناه وهو العلامة فخر الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الصيوطي هو جلال الدين ولكن هذا هنا للتكريم لا زال في رضوان ذي الجلال وألف مؤلفات نفيسة وإن من أنفس ما جمعه الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله بلا انتهاء ولا زوال فإنه سألني بعض الإخوان من العلماء المزين لعمله بصالح الأعمال وقد أخذ عني من الجامع الصغير شطرا صالحا أن أكتب عليه ما أرجو أن يكون به ميزان الحسنات عند الله راجحة فاعتذرت لما أعلمه من نفسي من القصور عن هذا المجال ثم إنها اتفقت فتراه هكذا هنا لعل الصواب فترات في الجامع احتيج معها إلى البحث عما لا بد منه في توضيح المقال وضبط بعض ألفاظه التي لا يتضح معناها حتى يزال عنها الإشكال ولم يكن عند حصول المذاكرة لدينا شيء من شروح هذا الجامع التي حلت عن ألفاظه ومعانيه كل عقال وهذا من أسباب توسع المكتب الإسلامي لم تكن الكتب التي تطلب أحيانا لحاجة ما متوفرة في بلد أو في صقع أو في خزانة أو عند عالم فيبادر إلى التأليف فربما لو رأى ما سبقه من مؤلفات في الموضوع عينه الذي يبحث فيه لا اكتفى به فكتبت من ذلك المطلوب شيئا لنفسي أرجع إليه في بعض الأحوال ثم يسر الله الوقوف على شرحه الذي قد بلغ الغاية في بسط الأقوال فالتقط من درره ما ضممته إلى ما جمعته من المقال لأنفع به نفسي أولا هذا شيء جميل الإشارة إلى أن الإنسان عليه أن يهتم بنفسي أولا بعلمه وعمله ونجاته أن يطلب العلم لينفع نفسه ليخلص نفسه ليكون يوم القيامة لديه حجة فيما يقول ثم بعد ذلك يكون مما كتبه أو علمه أو نشره الخير للناس إن شاء الله تعالى ولكن لا بد للإنسان أن يبدأ بنفسه وأن ينوي هذا أن يكون هذا لنفسه لينتفع به هو علما عملا ومن شاء الله لأنفع به نفسي أولا ومن شاء الله من الناظرين في هذا الكتاب راجيا من الله تعالى جزيل الثواب طالبا منه العفو عما ليس بصواب ولما كان هذا الجامع الصغير كتابا ليس له في جمعه نظير مجتملا من الأحاديث النبوية على الجم الغفير كان حقيقة بأن يصرف العالم إليه عنان العناية فإنه لا يستغنى عن أو لا يستغنى عن يمكن الوجهان وإن بلغ الغاية لتقريبه للبحث عن متون الألفاظ النبوية وتسهيله كما قاله مؤلفه لطلاب الآثار الرسولية وقد سميت هذا الشرح بالتنوير على الجامع الصغير سائلا من الله تعالى أن ينفع به الناظرين وأن يجعل أجره ذخرة ليوم الدين كذا ما جاء في مقدمة الصنعاني في مؤلفه التنوير شرح الجامع الصغير وهو في عدة مجلدات ومن المهم كذلك ونحن نضع الأسس ونبين المعالم التي ينبغي أن تراعى في الاستفادة من كتاب الجامع الصغير ووضع الأسس وبيان المعالم ووضع الصوة وإنارة الطريق هذا شيء مهم فإذا تحصل هذا واتضح في ذهن الباحث والدارس والقارئ والمفتش والراغب في السنة وفي قراءة هذا الكتاب إذا تجمعت هذه المعلومات واتضحت هذه الإفادات كان عند ذلك قادرا على أن يمضي في قراءة هذا الكتاب لنفسه ونحن لن نستطيع أن نأتي على هذا الكتاب لأن الوقت محدود فالمهم الآن بيان المنهج وإزالة الشبه ومعرفة المصادر التي ينبغي الرجوع إليها والاستفادة منها والتعويل عليها في رجوعنا إلى الجامع الصغير واستفادتنا منه ونتابع في هذا لا بد أن نتعرف إلى ما قاله الشيخ أحمد الغماري في كتابه المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي ويقصد بشرحي المناوي كما أصبح معلوما لديكم فيض القدير والتيسير قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه نكة وفوائد وتعليقات وزوائد تتعلق بما وقع في التيسير وفيض القدير على الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي من الكلام على طرق أحاديث المتن وعللها وما يتعلق بالأسانيد ورجالها كنت علقت بعضها بهامش التيسير ثم لما وقفت على الشرح الكبير المسمى بفيض القدير وجدته مع عظم نفعه وكثرة فوائده أشد أوهاما وأكثر أغلاطا من التيسير والفيض متقدم في تاريخ التأليف على التيسير فجردت ما كتبته على الأول وتتبعت ما وجدته في الثاني وبسط القول في بيان ذلك وتحقيقه وإضاحه وتحريره لينتفع به الواقف عليه ويتخذه حكما يرجع في فصل القول وتحقيق النقل إليه فإن الشارحة فإن الشارحة لبعده عن هذه الصناعة أكثر من التخليط والأوهام حتى أتى من ذلك بالعجب العجاب وأعدم النفع بكتابه ولم يبقي اعتمادا على شيء من أقواله بل ولا أنقاله وزاده مع بعده عن دراية هذا الفن انحرافا في الباب وإبعادا عن الصواب ولعه بالانتقاد على المصنف يعني الصيوطي في غالب ما يحكم به على الأحاديث وما يعزو إليه من المصنفات لموجدة أو لموجدة عليه في نفسه وعداء يضمره في سره مع أن الحق في كل ذلك أو جله مع المصنف إذ أهل مكة أدرى بشعابها على أني لا أحابيه فيما صدر منه أو أبرئه مما فيه بل قد تعقبت أيضا على بعض أوهامه إلا أنها لا تذكر أمام بحور أوهام الشارح رحمه الله بل وهي أوهام معدودة وكفى المرأة نبلة أن تعد معايبه وسميته بالمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي فإن كانت تعقب في الصغير قلت قال الشارح وأطلقت وإلا قيته بالكبير فأقول هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى كان شديدا ولو أنه نزه هذه الكتب عن هذه الشدة وعن كثير من الألفاظ التي استخدمها لكان في ذلك الخير ولكثر الانتفاع بكتبه أكثر هذا ما قاله في المقدمة وقد اعتذر عن شيء مما ألمح إليه في المؤخرة في الخاتمة فقد قال رحمه الله تعالى والمصنف التزم يعني الصيوطي التزم ذكر الأحاديث كما وقعت عند المخرجين هذا مهم أن ننتبه إليه ربما يقال لماذا جاء بحديث في سنده ضعف وترك لفظا هو صحيح المصنف التزم ذكر الأحاديث كما وقعت عند المخرجين بألفاظها وفي بدئها فلذلك يضطر لذكر الحديث الواحد في عدة حروف ويعزوه في كل حرف لمن وقع باللفظ الداخل في ذلك الحرف هذا مهم في منهج الصيوطي والشارح المناوي على يقينا من ذلك ولكنه يتغافل عنه هكذا يقول ليجد السبيل إلى إظهار قصور المصنف بالباطل والتلبيس الذي لو لا هو وكتبه وعلمه لما جاء هذا الشارح في العلم ولا راح ولذلك عقبه الله أكبر عقوبة حتى أجرى على يدي من الأوهام ما لا أظنه أجراه على يدي مخلوق من عهد آدم إلى النفخ في الصور سواء عند اعتراضاته الباطلة أو غيرها كما يعرف من كتابنا هذا الذي ألفناه تحريرا للحق وتمييزا للخطوة من الصواب وانتصارا للمؤلف يعني الصيوطي المظلوم وإن كنت قد شددت في التعبير أحيانا على الشارح فذلك ما جره إليه سوء صنيعه الذي يضيق منه الصدر ويفقد عنده الصبر وكثيرا ما يضيق صدر الشيخ ويفقد الصبر لا سيما وللحافظ الصيوطي رحمه الله علينا وعلى المسلمين فضل كبير ومنة جسيمة بخدمته للعلم ودفاعه عن الحق وتآليفه الكثيرة النافعة التي انتفعنا بها ولا سيما في هذا العلم الشريف حتى صرنا نعده كأنه من أشياخنا الذين تلقينا عنهم العلم مباشرة فوجب بذلك علينا حقه والانتصار له والدفاع عن مقامه الرفيع وحقه المهضوم ونحن مع ذلك نرجو للشارح أن يعمه الله تعالى برحمته ومغفرته ويسامحه فيما جنته يداه على هذا الإمام العظيم وأن يرحمنا جميعا ويعصمنا من الخطأ والزلل والجرأة على أهل الحق ويرزقنا شكر النعم والأدب مع الأئمة الأكابر الذين وصل إلينا على يدهم ما من الله به علينا من العلم والمعرفة وخدمة السنة الشريفة ويوفقنا لاتباع الحق والعمل بالعلم آمين وهذا آخر ما قصدناه من تحرير أوهام المناوي الذي سميناه بالمداوي وكان ذلك عقب صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ثالث وعشرين ربيع النبوي الأول سبحان الله عددا من الجامع الصغير تم في ربيع الأول وكذلك تم عدد من الشروح وهذا أيضا وكما مر معنا من سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف قبل وفاة الشيخ الغماري بخمس سنوات في من فانا بمدينة سلا سلا أمام الرباط عجل الله تعالى بخروجنا منها آمين ومن أراد أن يعرف التفاصيل فهد يرجع إلى ترجمة الشيخ فقد أفرد بالترجمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين هذا الكتاب يقول عنه أخو المؤلف الشيخ عبد الله الغماري من أراد صناعة الحديث فعليه بالمداوي وحقا فيه فوائد غزيرة وعلى القارئ أن يتعدى الألفاظ الشديدة التي لا ينبغي أن تقال لا ينبغي أن تدون أصلا ولو أن كما قلت أن الشيخ أحمد الغماري جنب كتبه هذه الألفاظ لكان في ذلك خير كثير إن شاء الله وعلى أي حال لا بد من الاستفادة من هذا الكتاب وفيه صناعة حديثية كبيرة رحم الله الشيخ أحمد الغماري هناك إضافات لا بد من بيانها قبل أن نبدأ بقراءة متن الكتاب مرة معنا قول الشيخ أحمد الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامعة الصغيرة قال بل من الأحاديث التي ذكرها الصيوطي في كتاب الجامعة الصغيرة ما جزم هو نفسه بوضعه إما بإقراره حكم ابن الجوزي بوضعه وذلك في اللآلئ المصنوعة وإما باستدراكه وإياه على ابن الجوزي وذلك في ذيل اللآلئ ثم مع ذلك أوردها في هذا الكتاب الذي هو من آخر ما ألف إما سهواً ونسياناً وهو الغالب على الظن به وإما لتغير رأيه ونظره أريد أن أقول بأن ذيل اللآلئ هو كتاب الزيادات على الموضوعات وهو قد ألف اللآلئ المصنوعة في إخراجه الثاني سنة خمس وتسعمائة ثم ألف الذيل عليه وقلت بأنه يجب أن نعرف تاريخ تأليف هذا الكتاب بالنسبة إلى الجامع الصغير لنرى آخر المؤلفين والذي تحت يدي الآن فيما راجعت وجدت نسخة من الزيادات على الموضوعات جاء في آخرها سماعاً جاء في آخرها إجازة من الصيوط لتلميذي جرامرد بصيغة السماع جاء ذلك سماعاً ونستطيع أن نقول جاء سماعاً في يوم الجمعة في الخامس من الربيع الأول سنة عشر وتسعمائة تسعمائة يعني قبل وفاة المؤلف بقليل فرغ جرامرد الناصري من كتابة الزيادات على الموضوعات الذي هو الذيل على اللآل المصنوع كما في نسخته وقرأه على الصيوط وكتب الشيخ تحت خطه الحمد لله قرأه علي من أوله إلى آخره صاحبه الفاضل المفتي المتقي الصالح نظام الدين جرامرد الحنفي وأجستله فإذا جرامرد الناصري وهو من تلاميذ الصيوط المعجبين به الملازمين له الأوفياء له وبقي معه ولم يتغير كما تغير بعض تلاميذه فهو فرغ من كتابة نسخة الله في يوم الجمعة الخامس من ربعي الأول سنة 910 وهذا قد يشير إلى تأخر تأليف الزيادات قد يشير لأن جرامرد الناصري هذا كان ملازما للصيوطين يعني من المتوقع من المتوقع من المضمون أنه يبادر إلى كتابة ما يؤلفه الشيخ فورا ويقرأه على الشيخ فهو قد فرغ من كتابة الزيادات على الموضوعات في يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول سنة عشر وتسعمائة فربما الله أعلم يكون هذا الكتاب الزيادات على الموضوعات قد ألف في ذلك العام في تلك السنة سنة عشر وتسعمائة بحيث كتبه الشيخ جرامرد الناصري في ذلك الوقت أو قبل هذا بقليل والله أعلم قد يكون هذا بعد تأليف الجامع الصغير الذي كان في الثامن عشر أو في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وتسعمائة لكن قد يعكر على هذا قد يعكر على هذا أن الزيادات على الموضوعات بما أنه مرتبط باللآلئ المصنوعة وقد كتب اللآلئ المصنوعة في صياغته الثانية في توسعه في إعادة نظره بما أنه ألفه سنة خمسة وتسعمائة فلعل لعل اشتغاله بهذا الكتاب والمصادر بين يديه وكان قد ألفه في حال محنة ثم فرج الله عنه وسد البياض كما يقول الداودي والمحنة هي قصة ما جرى له في مشخة البيبارسية يعكر على ما قلت أن اشتغاله باللآلئ المصنوعة يستتبع أن يكون قد ألف الذيل في تلك الأثناء فالله أعلم ما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث هذا ما يتعلق بالمغير وحتى نفهم أيضا قول العلماء ثم مع ذلك أورد في هذا الكتاب الذي هو من آخر ما ألف هو في الحقيقة أن الصيوطي كلما تقدم في العمر تقل مؤلفاته وقلت بأنه كان منصرفا إلى مشروعه الكبير في جمع السنة في جمع الجوامع ثم استخرج منه الكتابين جامع الصغير والزيادة فهو من آخر ما ألف وإن كان قد عاش بعده ترابط أربع سنوات نعم هناك شيء آخر لا بد من ذكره مرة معنا في التعليقات الحافلة في نقل الشيخ عبد الفتاح عن المناوي المناوي يقول لا ينبغي الوسوق بالرموز في التصحيح يعني والتضعيف لغلبة تحريف النساء على أنه وقع له ذلك في بعض دون بعض كما رأيته بخطه يفهم من هذا أنه وضع رموز التصحيح والتضعيف على أحاديث دون أحاديث ولكن جاء في كلام الشيخ قال عبد الفتاح وقد أفاد كلام المناوي هذا أن الرموز التي يراها الناظر في الجامع الصغير عقب بعض الأحاديث رمزا لصحتها وحسنها وضعفها لا يجوز الاعتماد عليها بذاتها خاصة لما بيّنه الشارح رحمه الله من وقوع التحريف فيها ولأن بعضها من المؤلف دون بعض فهذه الجملة لأن بعضها من المؤلف دون بعض إن كانت بناء على ما قاله المناوي أن وقع له ذلك في بعض دون بعض فيكون في ذلك نظر فكلام المناوي حسب الظاهر أنه يريد أن الصيوتي ترك أحاديث لم يضع لها رمزا وليس في كلام المناوي أن بعض هذه الرموز وليس في كلام المناوي أن بعض هذه الرموز من المؤلف وأن بعضها من آخرين وهذه مسألة أخرى هل بعض الرموز هي من آخرين؟ هذا ما ينظر فيه وما يبحث فيه وهذا يحتاج إلى تتبع النسخ الخطية وإلى مزيد من النظر والتأمل وهذا جدير بالبحث وهو مقترح هذا مقترح حبّذ أن يقوم به الباحثون النابهون والعمدة في هذا مراجعة النسخ وهي كثيرة وهي كثيرة هي بالعشرات بل بالمئات هذا شيء الشيء الآخر كنا قد قرأنا في كشف الظنون أن حاج خليفة نسب إلى الشيخ علي القاري الهروي المكي وتوفى سنة أربع عشر بعد الألف نسب إليه شرحاً للجامع الصغير واليوم تيسر لي العودة إلى تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وقد ترجم لعلي القاري وذكر من مؤلفاته مئة وسبعين كتاباً وفيما ذكره نظر غير قليل هل هي كتب أو بعض مستلات من الكتب وهناك ما نصب إليه خطأاً وهناك عنوين مكررة لاختلاف يعني كتب مكررة لاختلاف شيء من العناوين المهم وصل العدد عنده إلى مئة وسبعين وقد قرأت هذه العناوين كلها ولم أجد فيما ذكره بروكلمان شرحاً للجامع الصغير فبقي أن نعود أيضاً إلى البحث الذي كتبه الأستاذ الشماع عن مؤلفات علي القاري في مجلة آفاق الثقافة والتراث التي تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي وكنت صورت هذا البحث ولكنه ليس الآن تحت يدي فنحتاج أن نرجع أيضاً إلى هذا البحث لنرى ما فيه حول هذا الموضوع من الضروري جداً أن نؤكد بعض المقترحات النافعة لطلاب الحديث النبوي فمن المهم ويا ليت أن بعض الجامعات تتبنى هذا من المهم تحقيق جمع الجوامع تحقيقاً علمياً دقيقاً مع التخريج والاستفادة من الجهود التي بذلت حوله وتحقيق الجامع الصغير واليوم هناك مشروع في كلية الشريعة في جامعة الشارقة في تحقيق هذا الكتاب وتخريجه ودراسته وفق الله عز وجل القائمين عليه من المشرفين ومن الباحثين من الطلاب الدارسين اللهم آمين ومن المهم تحقيق زيادة الجامع الصغير والعناية بها ومن المهم تحقيق فيض القدير فإن فيض القدير الحقيقة هو كتاب موسوعة وفيه فوائد غزيرة نعم حصلت فيه أوهام فعند التحقيق يستفاد مما كتبه الشيخ أحمد الغماري وعندما تدقق النقول يكون يرتقي الكتاب بصورة إلى صورة أفضل والكتاب لا يستغنى عنه لما فيه من فوائد ونقول لا بد من استخراج مصادره وعزو نقوله ودراسته والتعليق عليه وبيان ما وقع من سهو ومن خطأ وهذا الكتاب فيض القدير له طبعة مصرية قديمة وصورت وهناك أيضاً هذه الطبعة التي صدرت عن دار الفكر في بيروت سنة 1416 وهذه طبعة أضعف من السابقة لأنها هي إعادة صف وليس فيها من الخدمة ولا التحقيق ولا العناية شيء الله المستعان نعم من المهم العناية كذلك بكتاب التيسير فإن هذه الطبعة وقد أدخل في الشام لا أدخل متناً ولكن هذه طبعة قديمة يحتاج إلى طبعة جديدة أنيقة يراعى فيها أدوات التفهيم وفصل المتن عن الشرح وضع المتن كما في فيض القدير من الأعلى ثم الشرح من الأسفل وتضبط الألفاظ ويعلق أيضاً على ما وقع من سهو أو خطأ سبق الخاطر أو سبق القلم أو غير ذلك يعلق أيضاً عليه لتتم الاستفادة منه وهذا كتاب رائع في الحقيقة وهو مفيد للقارئ والمدرس والمعلم والشارح ولمن يريد المعرفة على عجل معرفة معاني الأحاديث على عجل لأن فيض القدير كبير والقراءة فيه تستدعي وقتاً ولكن هذا الكتاب يأتي بخلاصة فالعناية به متعينة وحبذ أن يؤخذ أيضاً في رسائل في الجامعات أو في المراكز البحثية أو يحقق تحقيقاً حراً ففيه نفع كبير ومن المهم تحقيق استراج المنير أيضاً للعزيزي وذكرنا شيئاً عنه ولكن لا يمنع لأن أيضاً العلماء يلخصون مما قرأوه وبالتالي يكون هناك فائدة في هذا التلخيص وفي هذه النقول المتنوعة وكذلك حاشية الحفني ومن المهم تناول موضوع رموز التصحيح والتضعيف ما قاله الشراح والنظر في النسخ الخطية قدر الإمكان ومن النافع جداً العناية بكتاب منتخب الصحيحين للنبهان فإنه كتاب رائع ومفيد والشيخ ضبطه ضبطاً جيداً وعلق عليه تعليقات مفيدة ويحتاج عند إعادة الطبع إلى الدقة في الأداء ألا يدخل شيء من التصرف بهذا الضبط أو في التعليقات يعني أن يؤدى أداء سليما فالشيخ كما قلت وكان متقناً رحمه الله تعالى هذا بعض المقترحات وسبق لنا أن ذكرنا في المجالس الماضية مقترحات أخرى ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق كذلك كنت قد ذكرت بأن المتق الهندي رحمه الله أفاد فائدة كبيرة عندما نقل في مقدمة كنز العمال تذكرة وجدت بخط الشيخ جلال الدين الصيوطي عن أسماء الكتب التي أنهى مطالعتها على تأليف جمع الجوامع هذه فائدة من فوائد المتقي الهندي وقد فاتني أن أدرج هذه الفائدة في خدمة لتراجم الصيوطي للصيوطي والشادلي والداوودي وكان من الممكن أن تدرجى عند ذكر جمع الجوامع المصادر التي أنهى مطالعتها واليوم أيضاً عدت إليها ورتبتها على الحروف تركتها كما هي وجعلت أيضاً بعد سياق المصنف رتبت نسخة أخرى على الحروف ورقمتها فظهر أن المذكور ثمانية وسبعون كتاباً ثمانية وسبعون كتاباً فرغ الصيوطي من مراجعتها كما قال هذه تذكرة مباركة بأسماء الكتب التي أنهيت مطالعتها على تأليف جمع الجوامع خشية أن تهجم المنية قبل تمامه على الوجه الذي قصدته فيقضي الله من يذيل عليه فإذا عرف ما انتهت مطالعته استغنى عن مراجعته ونظر ما سواه وإذا مررن عليها مرتبة فهي الإبانة لأبي نصر السجزي الإخوان لابن أبي الدنيا الأسماء والصفات الباقي اعتلال قلوب للخرائط الأفراد للدارة قطني الأمالي لأبي القاسم حسين ابن أبي أبت الله بن صهري وهذا خطأ البخلاء للخطيم هو ابن صصرة وليس ابن صهري البخلاء للخطيب البعث للبيقي تاريخ بغداد لابن النجار تاريخ بغداد للخطيب تاريخ دمشق لابن عساكر الترغيب في الذكر لابن شاهين تفسير ابن جرير الجامع للخطيب الحلية بن عيم الخلعيات دلال النبوة البيقي ذم الغضب وذم الغيبة كلاهما لابن أبي الدنيا الزهد لابن المبارك الزهد لهناد السري الصواب ابن السري سنة ابن ماجا وبي داود والترمذي والسنة الكبير للبيقي سنة النساي شعب الإيمال البيقي صحيح ابن حبان صحيح البخاري صحيح مسلم الصلاة لمحمد ابن المروزي ابن نصر المروزي يصحح طب النبوي لابن عيم طب النبوي لابن السني طبقات ابن سعد العظمة لابن الشيخ كده والصواب لابن الشيخ عمل اليوم والليلة ابن السني الغيلانيات فضاء للصحابة لابن عيم يبدو بمعرفة الصحابة فضاء للقرآن لابن الضريس فوائد تمام فوائد السماوية قضاء الحواجن أبي الدنيا كتاب الهدى كده لابن عيم والينظر الكنة لابن أحمد الحاكم المختار كده الصواب المختارة للغياء المخلصيات وليس المخلصات مساوى الأخلاق الخرائطي المستدرك لابن الحاكم مسند ابن عمران العدني كده يصحح مسند أبي بكر ونبي شيبة وثم ذكر المصنف والرمز شين ولكن لا لا يذكر عند الرمز هل هو من المصنف أو من المسند وعندما نعود إلى هذه التذكرة نجد أنه رجع إلى المسند ورجع إلى المصنف والمسانيد التي ذكرها ورجع إليها لجمع الجوامع ثم أفاد منها في الجامع الصغير المسانيد المذكورة هنا هي أربعة عشرة مسندة مسند العدني وابن أبي شيبة وبيعلى وبن منيع وأحمد بن راهوية والحارث والحميدي والشافعي والقضاعي والطيالسي ومسند الفردوس وعبد بن حميد ومسند مسدد هذه أربعة عشرة مسنداً وهذه تنفع في دراسة مصادر الجامع الصغير وهناك المصاحف لابن البارودي نبهت هذا خطأ للمصاحف لابن الأنباري وليس لابن البارودي مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق معجم ابن قانع معجم الأوسط معجم البغوي الصغير الكبير للطبراني معرفة الصحابة للبارودي خطأ الباوردي وقف على جزء الأول منه إلى حرف السين المعرفة للبيهقي المعرفة للبيهقي مكارم الأخلاق الخرائطي ومكايد الشيطان ابن أبي الدنيا المغطأ ونوادر الأصول الوقف والابتداء لابن أبي الدنيا هذا ما يتعلق بهذه المصادر ثم نأتي بعد هذا إلى فائدة مهمة أفادها الإمام العلامة المحدث أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة ست وسبعين ومائة وألف فائدة رائعة قالها هذا الإمام المجدد ولي الله الدهلوي في كتابه إنسان العين في مشايخ الحرمين وهذا الكتاب عربه وحققه أحد الإخوة النبهاء وهو أبو زرعة عبد الأحد بن يوسف الفلاحي وفقه الله تعالى فهذا عمل جيد يشكر عليه وندعو الله عز وجل أن يزيده علما وعملا وتحقيقا وأن يمنى عليه بخدمة المزيد من كتب السنة وصدر هذا الكتاب عن دار الحديث الكتانية فقد أهدى إلي الأخ أبو زرعة نسخة من عندما زارني من قريل في هذا الكتاب فوائد مهمة ولطيفة ومن هذه الفوائد الجميلة ما قاله الشيخ الدهلوي في الصفحة الحادية والتسعين وذلك في مناسبة كلامه وترجمته للشيخ حسن العجيمي وهذا أحد الشيخ الكبار المعروفين ويكسر ذكره في الأسانيد قال وكان يأتي المدينة المشرفة هذا في الصفحة التسعين الآن كان يأتي المدينة المشرفة كل رجب ويقرأ كتابا من الكتب الستة سردا في المسجد النبوي سردا على صاحبه الصلوات والتسليمات فروى عنه بذلك أهل المدينة هنا فروية هذا خطأ مطبعي ترفع النقطتان فروى عنه بذلك أهل المدينة وكان الشيخ أبو طاهر هو قارئه وإن قرأ غيره فلا يفرح يعني يريد أن يقرأ عليه الشيخ أبو طاهر وهنا قال الشيخ ولي الله الدهلوي هذا واعلم أن دراسة كتب الحديث عند علماء الحرمين على ثلاثة مناهج الأول منهج السرد وهو أن يقرأ الشيخ المسمع أو قارئه الكتابة بدون تعرض للمباحث اللغوية والفقهية وأسماء الرجال وغيرها يكتفى بالسرد للرواية ولسيما إذا أريد سرد الكتب بأكملها لسيما الكتب الستة، مسند أحمد، الموطة فإذا كان سيتعرض إلى المباحث اللغوية والفقهية وأسماء الرجال والتصحيح والتضعيف حكم على الأحاديث وما في ذلك من اختلاف في النظر في هذه المسائل كلها من حيث اللغة والفقه والتصحيح والتضعيف هذا سيطول، لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يكون للمرور على هذه الكتب ومعرفة ما فيها ولمعرفة أكبر قدر ممكن من السنة النبوية ليكون هذا في ذهن القارئ والطالب والسامع والباحث الثاني منهج البحث والتحليل وهو أن يقرأ الطالب حديثا ويبين الشيخ اختصارا معنى الكلمة الغريبة وإعراب الكلمة العويصة والاسم قليل الوقوع من أسماء السند والسؤال ظاير الورود والمسألة التي نص عليها الحديث ثم يقرأ الطالب حديثا آخر على هذا القياس هذا المنهج الثاني والثالث منهج الإمعان والتعمق وهو أن يتوقف الشيخ على كل كلمة وقف عليها أو وقف عندها أن يتوقف الشيخ على كل كلمة ويبين ما لها وما عليها وما يتعلق بها فيستشهد مثلا بكلام الشعراء في تبيين الكلمة الغريبة وإعراب الكلمة العويصة ويذكر أخوات الكلمة ومواضع استعمالها عند اشتقاقها ويذكر تراجم الروا ضمن أسماء الرجال هذا كله معطوف على المنصوب ويبين فيستشهد إذا قلنا فيستشهد مستأنف فيستشهد إذن ويذكر ويذكر ويستخرج المسائل الفقهية من الأحاديث ويذكر بمناسبة ما القصص العجيبة والحكايات الغريبة وإني رأيت علماء الحرمين المحترمين على هذه المناهج الثلاثة كل عالم له طريقة وله منهج والكتاب هذا أصلاً إنما هو عنوانه إنسان العين في مشايخ الحرمين وهو يعرف بمشايخ الحرمين قال وإني رأيت علماء الحرمين المحترمين على هذه المناهج الثلاثة وأنا أذكر هذا لنستفيد منه في وقتنا الحاضر في قراءتنا لكتب السنة فما هو المنهج الملائم والمناسب في مثل هذه الدورات وفي غيرها ونحن ولكل واحد مننا يستطيع أن يختار الطريقة التي يمليها الظرف أيضاً أما طريق السرد فهو مختار الشيخ حسن العجيمي والشيخ أحمد القطار الشيخ أبي طاهر الكوراني وغيرهم ولكن هذا المنهج يناسب الخواص المتبحرين ليسمعوا الحديث على عجل ويدخلوا في سلسلة الرواية ويحيل بقية المباحث إلى الشروح لأن مدار ضبط الحديث في هذه الأيام معول على تتبع الشروط يعني معول فيه أو نقول نقرأ المعول كسر الواو لأن مدار ضبط الحديث في هذه الأيام معول على تتبع الشروط معول هو أو معول فيه على تتبع الشروط عند ذلك نضيف فيه واليوم هناك مجال استعقد في عدد من البلاد على طريقة السرد عندما يستضاف عالم مسند ويقرأ عليه المجال أيضا لا يسمح بالشرح لأن المقصود الرواية المرور على هذا الكتاب والمقصود ختم هذا الكتاب والإجازة به سماعه كاملا وأما الطلبة المبتدئون والمتوسطون فعليهم بمنهج البحث ليقفوا على مهمات علم الحديث ومستلزماته ويحصل هذا بمراجعة شرح من الشروع عند البحث والتحقيق يعني المنهج الثاني يقرأ الطالب حديثة يبين الشيخ اختصارا معنى الكلمة الغريبة يعراب الكلمة العويصة رسم قليل الوقوع من أسماء السند السؤال ظاهر الورود المسألة التي نص علي الحديث ثم يقرأ الطالب حديثا آخر على هذا القياس أما المنهج الثالث فهو منهج القصاص والواعظين يريدون بهذا إظهار فضلهم وعلمهم على غيرهم لا الرواية ولا حصول العلم والله أعلم فالقول بأنه يريدون بهذا إظهار علمهم فضلهم وعلمهم على غيرهم يعني ربما بعضهم ربما بعض الناس ولا يعمم لا يعمم نعم وربما كانت هناك نية صالحة في ذلك الجمع بين الرواية والوعظ الجمع بين الرواية والوعظ وإفادة الناس والناس تميل إلى القصة والناس تعجبهم الحكايات ولهذا الوعاظ البارعون أمثال الشيخ ابن الجوزي كان يوظف القصة في وعظه وفي مؤلفاته وألف في ذلك كتبا متعددة ومنها كتابه عيون الحكايات الذي أورد فيه خمسمائة حكاية مسندة وإن كان المطبوع محذوف الإسناد فإنما ذلك من النساخ وإلا فأصل الكتاب مسند قال أما المنهج الثالث فهو منهج القصاص والواعظين يريدون بهذا إظهار فضلهم وعلمهم على غيرهم لا الرواية ولا حصول العلم إذا قصد هذا فهذا شيء مذموم ولكن كما قلت لا نعمم وهناك من الشراح من أفاضى بمثل هذا حتى في فيض القدير نجد شيئا من هذا والمقصود منه إن شاء الله إفادة القارئ والسامع والطالب والباحث والمدرس وفي الحكايات ما ينهض بالهمم والعلماء والصالحون يقولون الحكايات من تحف الجنة ومع هذا فليعلم أن اشتغال المحدثي بتراجم رجال السند بعد تصحيح أسمائهم ومعرفة توثيقهم خاصة في الصحيحين وغيرهما وكذلك اشتغالوا بتأويلات ليس منا من فعل كذا وفإن الله قبل وجهه وأمثالهما وبالفروع الفقهية وبيان اختلاف مذاب الفقهاء وصور التوفيق بين الروايات المختلفة وترجيح بعض الأحاديث على بعض هذه كلها من الإمعان والتعمق الذي لم يشتغل به أوائل الأمة المرحومة بل خاض فيه الفقهاء والمتكلمون ولا حاجة إليها اليوم والله أعلم وعلق الأخ المعرب والمحقق لهذا الكتاب قال ذكر الشاه ولي الله هذه المناهج الثلاثة في إتحاف النبي فنستطيع ونحن نقرأ هذه المناهج أن نستفيد منها وأن نخطط لأنفسنا خطة تناسبنا وكل إنسان أعلم بوقته وظرفه وبالكتاب المقروء وبالجهة المستهدفة كما يقال اليوم ما هي الفئة المستهدفة من هذا الكتاب في حال تأليفه أو في حال تدريسه وخير الأمور الوسط خير الأمور الوسط وجزى الله العلماء خيرا فإنهم كتبوا مطولات وكتبوا مقتصرات وكتبوا متوسطات ليختار الإنسان ما يناسبه وما يفيده وما يتسع إليه وقته وبعضهم كان يبدأ بشروح مطولة بمؤلفات مطولة ثم يعدل إلى ما هو أخصر كما فعل النووي في المجموع بدأ بالتوسع ثم عدل عنه إلى أخصر فهذا المطبوع اليوم المجموع شرح المهذب هو المختصر وقد عثر على طرف على جزء من المجموع الموسع كذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري بدأ بموسع ثم عدل كذلك الصيوطي صاحب الجامع الصغير في شرحه للموطة بدأ بشرحا موسعا كتب منه قطعة ثم عدل إلى شرح أخصر وأكمله وهو تنوير الحوالك على موطة الإمام مالك وقبل أن نختم هذا المجلس أحب على عادة واقتداء للمحدثين الذين كانوا يختمون مجالس الإملاء ببعض الرقائق أو الأشعار أحب أن نقرأ شيئا من أشعار الإمام الصيوطي مؤلف الجامع الصغير رحمه الله تعالى مما نقله عنه تلميذه الحافظ الداودي في كتاب ترجمة العلامة الصيوطي وذلك فيما نظم به حديث الرحمة أو أشار إليه قال في المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة من أماليه المجالس الأمالي قال ألارحموا يرحمكم ربكم ثم اغفروا يغفر لكم ذنبكم كونوا رواة الخير لا تهملوا وليع ما تروونه قلبكم ولا تكونوا كأناس هموا عند سماع الوعظ صم بكم احتقروا الدنيا ومألوفها فإنما يردي بها حبكم نظرتموا للقشر ملتم له فأين يا أهل النها لبكم تشفعوا بالمصطفى على أن تكشف عن أبصاركم حجبكم وقال في المجلس الثالث والثلاثين بعد المئة إن الملوك الذي في قلبها غلظ لا يرفع الله في العقبى لهم راسا فقد روينا حديثا صحا من طرق لا يرحم الله من لا يرحم الناسا وقال في المجلس الرابع والثلاثين بعد المئة إرحم جميع الخلق الرمتأن ترحم في الحشر وتعطى النعيم فقد روينا خبرا مسندا لا يدخل الجنة إلا رحيم ومن يكن فضا غليظا يحد عن رحمة الله ويصل الجحيم هذه أشعار لطيفة وهي تحفظ يشير فيها وينظم فيها حديث النبوي الشريف حديث الرحمة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال في المجلس الخامس والثلاثين بعد المئة إن رمت أن ترحم كن ذا رحمة فإنما الرحمة من شأن التقي وقد روينا خبرا معتبرا لا تنزع الرحمة إلا من شقي وقال في المجلس السابع والثلاثين بعد المئة يا أيها العاجز ما أظلمك لم تلف من للخير قد علمك عجزت عن سهل رفيع الذرة أعلاه رب العرش لما سمك ظلمت نفسا منك إذ لم تكن ترقى ولم تنصب له سلمك نزلت بالقسوة تحت الثرى تظن أن ترقى فما أوهمك ما ملت نحو الرفق في طرفة ألم تخف ذا البطش أن يقصمك ارحم عباد الله إن رمت أن ينصرك الرحمن أو يعصمك فإن تدم بالعفو تحظى به والشات إن رحمتها يرحمك ثم قال وأحب أن يحفظ هذا ففيه بشرى لأهل الحديث جعلنا الله عز وجل منهم قال في المجلس التاسع والثلاثين بعد المئة من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سطع إن النبي دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واتبع وقال في المجلس الأربعين بعد المئة أهل الحديث لهم مفاخر الظاهرة وهم نجوم في البرية الزاهرة في أي مصر قد ثووا تلقاهم حقا لأعداء الشريعة قاهرة بالنور قد ملئت حشاشة صدرهم فلذا وجوههم تراها ناضرة وبضدهم تلك الفلاسفة التي غويت وأغوت فهيها الكبائرة ملئت بواطنهم بآثار أتت عن فرقة بالرسل أضحت كافرة فقلوبهم في ريبة ووجوههم في ظلمة ومردهم في الحافرة ناموا عن الدرج العلا وتيقظت عين لنا فإذا هموا بالساهرة باعوا أحاديث النبي بمنطقين قسروا جميعا في الدنا والآخرة يشير الشيخ لموقفه من المنطق وقال في المجلس الحادي والأربعين بعد المئة سنة الإملاء تعل السننة نهجها زاكن قويم سننة تكسب الإنسان من بهجته أي نور وضياء وسنة وإذا ما الطرف منه كلا قد رفعت عن مقلتيه وسنة وإذا ما عقدوا مجلسه حضر الخضر جليسا حسنا وهذا له قد يحمل على ظاهري وقد يكون قصد منه شيئا آخر أيها المرء الذي دارسنا لا تكن في الله ترخي الرسنة فلنا مما حبى سيدنا خير بشرى وابتهاج وهنا لا نبالي أهل قلب ممرض قد أرادوا لحمانا وهنا وبهذا نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحديث وأن يجعل وجوهنا ناظرة بهذا نأتي إلى ختام هذا المجلس السابع وإلى أن نلتقي في المجلس القادم الثامن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته